يا صباح الخير كيفكم صبايش واخباركم شاء الله تكونوا بخير اهلا وسهلا فيكم كل متابعين الاجتادي ينضموا لقناتي جديد هلا انا الصبح عم بصور لكم بس ارجيكم لانه شباك اولادي فتحته عم هو البيت انا مو بالعادة افتح هيك شباك لانه هو الو قفل شايفين الو قفل بس هلا فتحته بس لصور لكم بدي سكروا لانه بخاف على الولادي وقع هون هي بدي ارجيكم قدي نازل تلج مع انه هلا شايفيني التلج مع انه داب التلج اه مبارح كان دايب كله كله اليوم في انا الصبح هيك التلج متل ما شايفين فبغرفة ولادي الاطلالة يتابعون على الجبال شوفوا جبال شوفوا تحت عفكرة وقت بينزل التلج مو برد متل مو برد متل وقت ما ينزل التلج يعني اليوم الدرجة هلا واحد صفر عرفتو اما وقت ما يكون نازل التلج بيكون الدرجة استنوا بس اسكر الشباك تمام هيك تأكد انه ما تمفتح هي تمام لا تقربوا ماما على الشباك نعم فوقت ما ينزل التلج بيكون في برد ابقاء برد كتير هاي غرفتي كمان عم هوية ارجيكم هون اطلالة غير فاليوم ما برد عفكرة سبحان الله يعني فاتحة الشباك وعم هوية ما برد شوفو من هون الاطلالة بتختلف عالجامع ما احلى كله ابيض بابيض وانتو خبروني عنكن عم ينزل التلج كمان هلا اليك وهو كان ينزل التلج اكتر من هيك يعني كان اول ما اجينا ع تركيا كان التلج ينزل يعني يصير السمك التلج اكتر هلا ما عم ينزل كتير حايفين كتير خفيف ما بعرف ازا بينزل التلج تنزل لشي تلج هيك قوية ما بعرف بس كمان هاد الشباك انا فتحته بس لأصور لكم بس انا بخاف لولاد توقع رجيني تمام صار ماكين هاي فائلة لصور لكم هلا شو عم بعمي عم بغسيل كمان هون ارجيكم طبعا غسيل عن منشار وغسيل بالغسالة وغسيل بالسلة حمدو الله شوفوا هون البلكون هاتي السنة كانت تلجه لنص البلكون شايفين لنصه 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 دون مخدات ما كانوا منبيني بس هلأ ما نزلت هاي التلجه لا تلج اوه لسه فما بعرف ازا تنزل اولا بتذكر هاتي السنة انتزعه لبرات اتبعنا فا فالتلش كان لهون ولكن أجلت الجبن أو اللبن أو اللحم والبحثة لأنه أخذت البرات بعد أن أجلتهم كلهم وجعلهم هنا فاااااااااin نرى هذه المكوضة سبحان الله لا أعرف كيف لا أعرف أبدا يعني على حسب وقت ما يكون نازل تلج بيكون عن جد تفتح الباب تحسي رجليكي عظامك عم تلجوا أما لأ لأ هلأ مو برد سبحان الله شو لح أعمال متى ما قلت لكم انا عم بخسل الابيض ولا بدي شيل الغسيلات من المنشر وهيش شربنا الحقهوة وما جليتون بس شو عملت اول ما فقت الصباح بدي اعمل بيتزا طبعا مو بيتزا عجينة لانه انا ابدا ابدا ما ليش اطرب الماشاء الله الاتراك بتلاقيهم من الصبح هم يعجلون عجينة ومدرشوه يعني كيفي لحقوة ما بعرف انا ما بقدر يعني ما بحسن فبالخبز اللفاش يلي بالعادة اللي فهم عليها فعملت الصلصة شوفوا بيان شوي لتجمال عندي بنادورتين مستويين عندي فليفة عندي بصلة تون خطيتهم كلهم مع بعضهم مع اوريغانو وهيا هيا هيا كتير كتير زريفة صباح شوفوا البتغاز عندي ما تلوت ولا توصخ فقطعت فطر جبنة اشقوان برشتا هيك تلت تزيين يعني اي وهيك وقلت هلا بساوي الاكلة ومنفطر وخلاص هيا فهلا لحسن سكر كل الشبابيك لانه صلي نص عام هوية البيت لحسكر كل الشبابيك وبيدي حط الفواحة تبع العطر لحصور لكم هناك كتير في صبايا عم قدولي انه جبنة منها هي تبع العطر بس فيه زرين وما عم نعرف هنا انهدون الزرين كيف ننطفي وكيف ننشعل فهلا لحصور لكم صبايا حطيتها بغرفة القاعدة لانه جوة بالمطبخ لسا عم بطبخ فريحة البصل وكذا انا دايما بالمطبخ اخر اخر شي بحط الفواحة بالمطبخ بس خلص جلي وكل شي مرتب هون بحط فهلا بغرفة القاعدة بعد ما سكرت الشبابيك وكذا حطيتها هلا شوفوا في صبايا قالوا لي انه انه احنا جبناها بس خايفين تنتزع انه كل قيم تأدي بليوم بالشغلية الصراحة انا بكل غرفة بحطة يعني غرفة النوم تبعي بحطة بشغلة ساعة برض بغرفة القاعدة بحطة بشغلة ساعة برض بالكاريدور هون بالموزع على هي تبع الاحزي بحطة هيك فوق كمان بشغلة والمطبخ يعني تقريبون اربع مرات او خمس مرات احيانا بالليل بس نيام الولاد كمان هيك بشغلة التلفزيون بحطة هيك طلع رواقح كمان هيك انا وقاعدة عم بتفرج يعني هيك راحة غير شكل فانه عادي قيمة ما بدك شغلية المهم هلأ قالوا لي انه كل قيم انه قدام نعبد يا ماي 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 يعني انتي بتفتحية لا انا سوف افتحها شوفوا انا سوف افتحها هون شايفين هون مثل الدراج ومكتوب هون كلمة ماكس شوفوا لازم لهون تتعبل هون تماما تحت كلمة ماكس تماما تحتها لانه اذا تعبت فوق انا اول ما جبت تعبيت لهون ما شتغلت فكرت منزوعة ولا كنت احرجعها ولا ترعت انه انه هذا انه لازم انعبيها لعند كلمة ماكس تماما تحت الكلمة تحت الكلمة تلاقي عن تطلع هي عطر وتبخير منيح مهم فهلا شوفوا هلا هي لتحت كلمة ماكس يعني هلا لازم انا عبيها بس انه ما راح عبيها هيك تنبلة مني ما راح راح عبيها بس انه ميحة هلا هيك ميحة شو اسمه هلا هادا عطر اللفاندر صبايا تعودت على ريحة اللفاندر عنجد اول ما جبت استغربت ريحة افكرت هيك ما بعرف حسيت ريحة شجر على شاي على مدير شو بس عنجد طلعت هيك ما عد انه تتعود وكزا لا بتحسي عجد ريحة ديك نظافة ريحة طبيعة لا بالعكس حلوة بس اول ما جبت استغربت يعني ما عجبتني فالمهم خطيت هلا مثل ما شفتوا قطرتين ثلاثة تمام بسكرها هيك اي صح قبل ما هي انا كل اسبوع تقريبا اسبوعين بنظفها لهاي بنظف هاي المبخرة فهنا كاتبين ها اصحكم انتوا على الكتالوج انه وقت بدك هاي الميتبعة تشيلية ما بصير تكتل مي من هون من هون شايفين هذا حفظوا هذا مثل الدرج من هون بتكتل مي من هذا من على اليمين من على اليمين ليس على اليسار وقت ديك كتير مي اذا كنت المي من على اليسار ممكن انت تعطل من على اليمين بتكتل مي عرفتو؟ اذا لم تستعملوا ابدا كاتبين على الكتالوج انه لازم تنطفوها اذا ما انا كل يوم شغلة مش هايك ما بفضية بس انتوا اذا ما بتستعملوها كده ثلاثة اربعة تيام ما بتستعملوها خلاص اموها نطفوها وايامو المي عنا ونشفوها اما انه بستعملها كل يوم فلا ما عم مفضية المهم فمن هون يعني من هون بتميلو تمام؟ اوكي اوكي شو بتي اعمل هلا بتساكرها هيك اوكي اوكي هلا اشوفو هذا الزر يلي على اليسار شايفين هذا الزر يلي على اليسار هذا للضو تمام؟ تكبسي اول كبسة هاي الكبسة الاولى انه بس بيشتغل الضو ما بتشتغل الفواحة من هون بس الضو هذا اللون الابيض انه هلا هن لديه الى سبع الوان فبتضل تتحرك اما اذا بدكيها علي لون معين يعني ثابت بينما يتحرك بتكبسي كبسة هاي تمام؟ مثلا على اللون الاحمر خلاص بتضل انه مسابتة على اللون الاحمر كبسة الثاني شوفو هلا لون ازرق انه بدل ثابتة لون الازرق كبسة ثاني على اللون الزهر انه خلاص معد تتحرك معدت تضغية الزرق أحمر أخضر بنفسجي أورانج وخلاص لها هيك طفيت تمام هذا الزر ما دخله بهاي ما بتطلع عطر هذا للضب تمام هلا لحقلكم الزر اللي قدامه عليها على اليمين هذا بقى إنه مشان بتطلع الريحة بتكبسي اول كبسة اشتغلت هون صارت هون مكتوب عندكم ساعة ثلاث ساعات ست ساعات فأنا ضع الساعة ما بحطة ثلاث ساعت أول كبسة على الثريحة الelas ل 30 ساعت كبسة الثالثة على الست سارات L tempt выпBuild tastes row peng time تمام فلانا عقبسة أول كبسة على الساعة Ultisation تشوفوا انه هي ما عدت طلعت هيك كثير هاي البخار ما عدت طلعت معنا تناقصة مي هون بدك تعبيلها لعد الماكس تمام هيك هي كفير سهلة يعني شو كمان سألتوني بس هيك بظن انه سألتوني هلا بس تخلص هاي العلبة لحجيب زيت الليمون لشوف شريحته فهيك كل فترة بغير بالروائح عرفتو هيك بتتغير النفسية يعني هون هي الطريقة اللي عم بعملها تعلمتها جديد واحدة هي كان انستجرام كانت عملتها واحدة تركية فأخذت منا فصراحة كثير عجبتني وهيك سريعة وسهلة اه حطيت قوي شي خبزة تلفاش و بعدين سوس البيتزا هاي و بعدين حطيت جبنة اشقوان عليها بالنص بعدين خبزة تانية فوقها و ردت حطيت طبقية سوس البيتزا و بعدين جبنة اشقوان ردت حطيت و فطر و بنادو فيك زيني اي شي بالدكياب فأنا كان عندي فلاي 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 فطر و وبنادو لها كزينتها فيها و درا صفرا فعنجا طرعت كثير كثير طيبة و حطيتها بالفرن الفرن كنت محميته حطيتها ما فيه تقريبا تقريبا عشر مو عشر دقايق خمس دقايق بس تدوب الجبنة الطلعية لانه هو كله مستوي يعني خبزة معجين عرفتو اشوفوا منظرها ادي بشهي و طرية مأحلاها بنصحكم عن جد تجربوه وهون كنت عم بكوي اواعي لولادي لانه بدي روح لعند اختي اهلي جاي اجوا من سوريا اهلي يعني ماما وبابا فهنا بيعدوا عندها لانه بيتها كبير و قولهم غرفة هني كفا اه فبيت اختي يعني مو بعيدة عني يعني هيك تقريبا فيه بناية بس بيناتنا فهون كان الصبح يعني قلت لكويل اولادي اواعي لانه انفتحت الغزانة ما لقيت ولا قميس ولا بانطرون شوفتوا داك الفيديو ارجعتكم ادي فيه بغزانتي الكويات منكووا الهلا ما انكووا فقلت خلاص لح طلعن شي قميس و بانطرون انه لحتى وقت بدون يروحوا يلبسوا شي مرتب فهنا نختاروه ابلي اختار بانطرون جينز نفسهم هدون اللي تياب نفسهم بيختارو لك يا ماما في هذا الاميس البسهو ما بيرضى لك في هذا كتير حلو ما بيرضى خلاص هذا بيختار الاميس الاسود مع اللقلي عليه وذاكي بيختار الاميس الاغضر مع اللقلي عليه فطلعتون و قدت لأكويون هيك شتون من كان هلا اتعيبوا عليه شتون بكوي على السريع وشتون من كان وما مو على الكسرة لانه للصراحة رأيبتي عم تجعني وبقول اه يعني ما لح اقعد بالاميس ساعتين مشان الولاد يلبسوا ويجعلكو بعد شوية خلاص المهم الجعلك تروح يلا ومشي ايفا فهون كبيرت له الاواعي وبعدين هون بعد ما اجيت من عند اهلي حبيت تصور رقم الغراض اللي جايبين على أولادي و جايبين هيكم غراض لأيلي ويعني للبيت اه شو اسمه هاي سيارة جابوها لتيم اللي صغير انه هو كتير بيعشاء السيارات يعني كلما كان يحكي مع بابا اه وماما يعني كلما كان يحكي على التليفون انه بابا وماما يلوله شو بأنه شو الجبلك هدية فيقل لهم سيارة اه وزرقة كمان فجعبوا له سيارة وزرقة كمان ايه و جايبين هدون الكفوق هدون الفنجانين صبايا هلا اخر شي بارجيكم هدون الفنجانين ماما جايبتون يعني هدية لاماما لأولاء هدية من ماما لأولادي حتى انه بس يكبروا ويضل الذكرى عندهم هدا الفنجان هلا بارجيكم شو بصير اخر الفيديو اه وجايبين كفوف اه 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 انا ما بقدر اشتغل اه بالبيت الا ما اكون حاطة كفوف يعني بالكوي بس كوي بس كل شي كل شي يعني شو بيخطور ببالكم شغل انا بحط كفوف لنقدي فيون اكزيما فهون ما لقيت كفوف قطن هون بتركيا دورت كتير كل عطم بدخلون نايلون بديك اه قطن مية بالمية فاماما جابتلي هدلون الكفوف من سوريا هديك السنة كمان جابتلي بس انهارو هلا ارند جابتلي وجابتلي هاي هاي شو اسمه اه الحلاوي انا هاي كتير عاما جابتلي هالحلاوي الصورية اهان في تركيا كتير دورت على حلاوية تكون نفسه طعمة ملاقية كلهم ناشفين مجمع فيه يحسونن معığımالك وهذا وهذه الكشكة كتير طيبة اه اه حنا شوفوا هذون فناجين هون كانوا الخantics خاط مني نام شائبなん يكون سخنة لا تكون سخنة فأول ما تعبي فيها السخن ستجد هذا اللون الأسود وبدأ يطلع الصور فنجان لتيم هو صغير و كمان فنجان لحمودة هو كبير و صغير فكتير عجبوني والولاد طار عقلهم فيها وقت كي صبيت اللون الحليب انه اتفاجئوا نشرون هيك و من وين طلعت الصورة كتير حبون وهذا ابني حمودة اللي انا بدي بس اكبر يكون عندي مكتب حتى بابا يعني جد جده لابني وعده انه يجب له شو اسمها هاي كرة ارضية كان بده يجيبها بس ما حسين يحملها لانه كبيرة فبدو يجب له يها من هون هيك وعده يعني لانه هداكتين جايب له سيارة و حمودة انه خلاص بده يجب له كرة ارضية فهذاك ابني حمودة شو قال انا بكرة بس لحتى اكبر بالمكتب عندي بالمكتب عندي بدي حط الكرة الارضية اللي جده جب ليها على جنب وفنجان اللي تيتها جابتها وعبيها شاي و انا عم بكتوب او ادرس بشرب شفت شاي من الفنجان اللي تيتها جابتها وبتطلع على الكرة الارضية والله الولاد بضحكوا فالمهم شوفوا الفنجين كيف بس تحطي فيه مي سخن بيطلع الصور و بس هي يبردوا بردوا بسيروا لونه سود فا كتير حبيتها للفكرة لماذا ما عجبت لي لقلي يعني وصارت تضحك وشوفوا هلا هون وقت رحت عند اهلي بابا هيك بحبوا بابا وماما هيك بحبوا كلما بيجوا من سوريا وقت رحت عندهم سلمنا عليهم وكذا انو بابا يلا يلا امي يلبسي ولبسي الولاد لاخدكن بدنا نروح على المول بدي يجيب كم قطعة للمهم رحنا على المول انا و بابا وماما فجعبوا لهم هدون التياب للولاد يعني هلا هو مرة انو جاب من سوريا هلا بسوريا ما كتير في هال تنويع متل هون بتركيا اي فما بيحب صاير كتير يجيب من سوريا لانهن احيانا بيطلع صغير كبير كسفة يحب يأخذ الولاد الهنيكة ويلابسي ويعني ايسي الغرض وخلاص يعني على اياسه تماما ولبواط وكذا فارحنا وجابهم هدوني هلا مرة كمان بسوريا كان انو جاي على تركيا بابا وماما فشو بابا جاب ثلاث سيارات للولاد من السيارات الزريفة اللي تقيلة اللي الى الجهاز وبينفتحوا بوابا هيك لفوق يعني هون يمكن حق السيارة 400 يعني هيك شي فجايبهم انو الولاد يعني يفرح الولاد فيهم لولادي وابن اختي فهن كبار فاخدت شنتاية كاملة ثلاث كاراتين اخدوا شنتاية كاملة فهننو جايين لهون بمطار اللبنان ما طلعوا لهم يهون اخدوا الكاراتين وقالوا لهم ممنوع يطلعوا فما عرفنا ليش القصة وليش ممنوع يطلعوا ومع انو فيه الوزن وكل شي تمام وكل شي بس اخدوهم بمطار لبنان وما جابوهن فمن وقتا بابا ما اعجب شي من سوريا كلو من هون بيشتري متل ما شايفين بياخدنا وبياخدوا الولاد يعني وبيشتريلون من هون من هناك ما اعجب شي غير الشغلات كتير كتير بسيطة هيك ممنوع يحطوا بالشنطة ومتل ما شايفين جاب لحمودة لتين جاب له هذا البنترون اللونه كاموني مع الاميس مع عميس هكي كارويات وجاب للجاكتل تين صغير هاد الاسود والابيض هاد الاسود الابيض هاك من فوق كتير كمان اللي بقله لتين انفخ يعني وهذا شو كمان جاب له هاي البجاما طأم كتير حلوة هاي البجاما كمان كنزة وهذا ، وبوت والحمودة هو جاكت هذا الكحلي هو مبين المطرون الكاميرا ليس مبين اللون بس هكذا لونه غريب و ما يقول له له الحمودة وبوت كمان وهذا البنترون الكموني و هذا الجاكت هذا المطرون كاميرا لونه غريب يعني هذا هو الفيديو الى اليوم اشتركوا بالقناة سلام